مرحبا معكم توني والليوم معنا نوع جديد مثل عادة وقتها يجيني باكتج جديد عام شارينجة رح نشوف اليوم شو وصلنا كمان هيدا الشي ما عندي فكرة عن حالته يعني فيه الأوردر كان من إيباي السلر كان عم بقول انه لقيها عند حدا من قريبينه ومش عارف حالتها شكلها جيدة طلعا نشوف الي هيدا ما فيه اشي سوال بعد والليوم معنا هيدا الشي اللي هي زوركي 4K كان صلي فترة بدي أجيبه انا عندي الفاتو اللي جبتها واللي هي السيماير تود هيدا الموضيل بس اقدام شوي الفاتز والزوركيز هنة اثنان كاميريات نعملوا بال السر و هولا كلهم كانوا كابيز عن اللايكا 1 و اللايكا 3 يعني ثلاث موند لايكا بس نعملوا بفاترته بدقة وكانوا كتير حالتهم جيدة بس المبدأ مننا انا جبتها لسببين اول شي سعره كان مناسب جدا ثانيا ثانيا واتجبت الاجين الفاتو وكمانا في فيديو فيكن تشوفوا الانبوكسنج طبعا الفاتو الوصيل اجا مع الاندوستار لانس 50 مليمتر F 2.8 اللي انا اردي عندي ايها وصع عندي 2 كابيز من يمكن ان اردتها لانه مجموعة لما يسمع خاصة ابيضوا قصوات بس انا كان صار لفترة معين بدي الجوبيتر 8 اللي هيا بالتحديد كمان ايها 50 مليمتر لانس بس ايها F 2 صراحة شاكت كتير اونلاين تشوف بجيبا لحالة فيه ديفرنت موديلز فيه الموديليات الى ادام بيجوا كلهم سيلفر المنينيوم هذه بطبيعة الحال مانا دم واحدة بس اعتقد انها تبدو جيد الان نشيك 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 تفاصيلها يبدو انها تفاصيلها تعمل جيدا واللنس حالتها الانضيفة نحن نجح نقوم بعمل تفاصيل اشتريتها لها الكاميرا كلها بسعر كتير مناسب بالمبدأ اشتريتها كلمال اللنس لان بدي ركب هاللنس عادي في عنا اخر شي كان الزوركي 4 الزوركي 4 هي بتجي مقلة هيدا هيدا الهيوان بتجي كمان بارن مثل الولد موديلز هيدا فيها هيدا فيها السوترة هلا ميحا تشيك كل التفاصيل تبعها الزوركي 4K كان اخر موديل من الرينش فايندر ديو اساسر لان عملو من ناحية الزوركي بحد زيتا كاميرا جدا كاميرا جدا جدا انا صراحة بحب كتير كيف معمولة والفونت رح نحكي بالتفاصيل هيك سريعا نروح عليها شو فيه هاي بالتحديد اجو على هون الجوبيتر 8 هي جوبوتر 8 كما شايفين لانس كتير صغيرة تجي كتير صغيرة بس تجي من ال ابرتشر من ال F2 ال F22 ما فيها كليكس يعني بتبروم هيدا الشيء منيح اذا عم تصور فيديو فيها كل شيء هنا شكل كتير صغيرة وحلتها كتير جيدة على التفاصيل شو عنا لدينا الفيلم ريويند هيدا الوحيدة اللي اجا الى فيلم ريويند هلأ معمول بطريقة مش احسن شي بس شكله باري صغيرة على التفاصيل لدينا الفيلم اللي هو بتحطه انت بس تحط فيلم جديد بتحطه على زيرو ثم تبدأ التفاصيل كل الوقت عندك الشوتر ريليس بطن واللي هو ثردد فيك تحط عليه كابل ريليس صوته بس رائع وشكله هكي الشارب وفي عندك كمانا تحت الشوتر هو هيدا الشيء مثل ما شايفينو وانت بدك تعمل ريويند للفيلم بدك تكبسوه وبتبرمو تايعلى ثم تستطيع التفاصيل بهذا الشيء بهذا النوب بهذا بتسحبه البرى لفوق بهذا الشكل هيك وبتباليش تريويند وكمان فيها الديابتور هيدا اللي المبدأ تبعه هيدا انت هتطلع من الفيو فايندر اذا ما كان الموضوع واضح لقلك اذا انت بتلبس عونات او عندك شوية مشاكل بالنظر او شي هيدا الشيء بيقرب ببعض الجلاس اللي جوه المجنفايت تتقدر تقشع بوضوح شوتر عندك نص ثانية لالف مالثانية وهو احسن من مباشرة لانه مباشرة تقريبا تقريبا 250 او 500 مالثانية هاي بتجي 1000 فيه شي لازم تتذكروه كمان وفيه اكيد بلب و الفلاش سينك هي 30 من السينية فيه شي لازم تتذكروه بهول الكاميرايات الانشفايندر اهم شي انه ما بحياتك ابدا ابدا ما فيه يعني بدي عيدة تغير الشوتر سفيد قبل ما تقريبا هذا ميكانيزم مع الشكل معمول لانه فيك تنزع ميكانيزم كله تنزع الكاميرا اول شي كلما تتذكر تقريبا تقريبا ثم تقريبا من هنا تقريبا تقريبا ثم تقريبا هاي شغلة وشغلة تانية كمان بشغلة تانية بك تتذكر انه بشغلة تانية never ever كمان تروح من البلب لثلاثم ثانية او تنزل من الهافة الساقيند لهون بدك تبرم البرمية بك ترح تبرم البرمية كلها كمان المكانزم بيانتزع اذا عملت غير هيك رح تحف فيه شوية تقريبا تقريبا لذا لا تقريبا لانه تنتزع هذا الشيء حتى لو كنت تشتروا كاميرات منه تأكدوا انه اللي عم تشتروا منه سامع فيهم هالخبار ومنتبه لون لانه لانه فيها تكون كاميرا تقريبا البيو فايندر على هذا صراحة جيد كثير واضح انه مجرد 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 وعليلا شكل مضيف انه جيد سوف أجدكم كيف تأكدوا هناك تقريبا تأتيك حوالي اثنان لذا تبريبا تبرم هذه وعندك الكابسي هون هلا بس أنا بيقوا عم تأكد انه تلسي اخل السورة عم تأكد انه تلسي عم بشترغل مثل ما يجب هيدا هو رينج فايندر ويندو وهيدا البيو فايندر هلا بيقولو لك المبدأ كل ما يكون رينج فايندر ابعد عن البيو فايندر كل ما يكون اه لأنه اهيا اذا فايندر تتعبوا تاوي البيو نريد البيو فايندر هي فايندر تتتاح الفات تاله اه اخذ اخذ به اخترار ومدر هدئ وسأخذ افتح سريع بان اخذ اخذ بس كما هذا وتشيل كلها وهو جيد سوف أعطيكم شكل حلطة من وراء نضيفة وهذا الشيء الكلاف سيستم الكلاف كمان شكله نضيف سوف أعطيكم يجب عليكم أنه هذا الشيء هذا الشكل ثم 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 نضيفة ثم هذا الصوت حسنا 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 ثم ثم حسنا 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 هنا يوجد 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 هذا يوجد 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 انتظار يوجد يوجد شيء هذا المبدأ هيدا كل شيء مثل ما شايفين this is a thread mount يعني حالتها جيدة جدا يعني Surprisingly Surprisingly good يعني عادة ما تتتوح وتشتري كاميريات قدام والشكل يعني هولي عم نحكي إذا مش غلطان بال أول السبعينات إذا مش غلطان هيدا الفترة دائما في مثل يا نصيب انت تشتري واحدة مستعملة لأنه ممكن اللي عم بيبعت لها ما يكون عارف تفاصيلة هلأ بطبيعة الحابد شك شوف إذا فيه light leaking انت عم بتصوير إذا عم بفوت ضو بس شكلها حالتها جيدة جدا Light leaking موضوع منو كتير complicated بيتضبط يعني فيك تضبطه بأهيان شي يجيب ماسكينج تايب أو شي من أنه وتلزقها من نمصيبة وبتحطها بها الشكل وهلأ صارت لوقت نحن نحكي رح كون عنا فيديو بنحكي عنا بتفاصيل أكتر ونعمل تاستنج لفيلم ونصور فيها كمثورة مفاجركم النتائج إن شاء الله هوفيلي عطيتكم معلومات جيدة وهلأ بدي استأزم منكم تنبلش نروح نشيكها بالتفاصيل وهيدا كان كل شي لليوم كذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة